أهلي العم أهليين وينو؟ أفليكوا جوا معمي فتاح أبزوين فتاح؟ ما بفتح؟ أبداً أبداً ما بفتح لك أنا عم بحكي معاكم عم نقل لك فتاح بس على شرط ولا واحد منهم بيفوت لهون يا علبة أهلك أشاب ما يطقل لك عرف يلا عمي كل واحد يشوف شونه أنا شغير إما أنا متحركين من هؤلاء نعرف شون نتيجة خلصنا عمي هلا عمك سعيد بحلة ما يكلكون أي فكرة ما بيصير إلا على خاطركم روحوا أمي روحوا خلوا عمكون يتصرف يلا عمي تكسروا أنا بحلة أمرك يلا يلا لا وقتاً أمشي لإنتر تاني فتاح أبزوين راحوا أعلى هوني بالصبح الأقلق ما شفوني دمي اللي عم على الجيد صور بدهم يضربوني فتاح أبزوين راحبوجة فتاح خلص راحبت أخلاق حييت يعني فكرة ما بتستاهل لا يا منصور معقولي تخلي حتى من أولادي بدي إيده عليه بكسرنا يا أهلا لكن هاي عملة بيعملها أنا رجالي من الحقيقي بجوز مو مثلها وينها وينها كنتي إنتي أصلاً أنتني وكنت رجال ما ضليت له هلا من أجواز أصلاً الرجال اللي بيفكر كيف دو يربيهم لأولاده قبل ما يخلفهم بكفي حكام منصور خلينا بموضوعنا هذا موضوع 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 إجواستك إجواستي مو موضوع للحديث أنا قررت وإنتهى الأمر لك وأم زهير أم زهير اللي ضحيت طود عمرة بشانها مالعت لبار عندها أم زهير على راسي بس أنا بيحاجة لمرأ وأم زهير خلص ما عادي يمشي حالها بنشرت هلا هي بنشرت أنت يعني ما خلصت مدة صلاحيتها لك عيب هيا المرأة وقفت معك والعمرة عيب تكبة ساعة الشدة يا أخي أنا ما لي كاببا بس هي اللي ما عم تقبل أنه يصير عندها ضرة يا الله وكيلة فلوسفية عندها جنس الأنوذة فقط فكرت الجواز هلا هلا كنت الحب أنوستان المكان الصبية بعد ما خدمتك ليلنهار كنت أولادك كنت اللي بهمة سعيد قل له لهذا ينكثب أنت بالذات نص دكة لا تحكي معي ولا كلمها خلاص منصور لا عادي تحكي ملك شايف هو رح ينطوي سكت النص دكة تعال ذك هاي موحار شبا حكامل لي أخرج قابة يا عمي شو ما عليكم أنا كنت ببكر رح تتشكروني لأني اتخذت هذا القرار تكشوف قرار مع قرار شو عادي موحبا حاجة أي طوة باعتزر ربو أخي أم زهير شبا كنت التاني نحن بنا نشكرها على شو بنا نشكرها بك لو ما عمدت هيك ما كانوا الجماعة سقطوا حقهم أنا جماعة أنا جماعة اعمل حالك ما بتعرف أهل البنت اللي تحرش فيها أبنها منو طلعت ابن أخي من الحمس ومنو سترت عالبنت سمع أخي لا تنزق ابطهر أبنيها أنت طلع منا وهي بتعمار لك يا جماعة يا جماعة فهموني فهموني أنا بحاجة يا مرة شو أعمل بحالي اضرب الحيل اتعربش عالحيطان بنام ينطفى أخوك هدي بقى خلص اليوم المساء بنقعد ونحكي ما بتتصرف أي تصرف قبل ما نقعد ما عشي ما عشي لا تواخذني عيضت عليك أختي مزهير طولي بارك نحنا كلياتنا معك وبإذن الله ما بيصير إلا اللي على كيفك ما صفي بالعمر مهلي على كيفي ما رح يصير وما في داعي يتعملو شي ينقبر خلي يتجواز هلا خلي يتجواز يصطفير بس ينقبر هاي ما حبيتها منك لازم توقفي معنى أنتي أختي مزهير لحنا كل اعتراض ما مش عالق أنا ما بدي شي يلي بدو يا يعملو بس يطلقني ما بيصير ما بيصير ما بيصير أنت طول أمريك عمتنى حتي ما عمتنى اللي فهيمة لك شبك عمتقل لك يطلقني وما بني لاشي شو ده خلح انت بقى لك خلاص سكروننا عن الموضوع بقى المساء يعني المساء روي باعتزر خلاص يا جماعة هدوا بقى قلنا للمساء يعني للمساء امشي لك امشي باعتزر روح بدك أنوسي يا أخي أنوسي باعتزر من حالي هاي 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 هاي